رسالة بالغة الأهمية لكل شخص بيرى أن المال هو الشيء الوحيد الذي تقضى به الحاجات وبيرى أن المال هو الوسيلة الوحيدة التي تجلب السعادة للناس فالرسالة دي بقولها للناس اللي هي فاكرة أنه كل شيء في الحياة هو الأموال والفلوس والدولارات بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المال هو عبارة عن وسيلة بنعيش بيها وبنسعد بيها في الحياة في حاجات كتيرة جدا أفضل من المال وبتسعدنا أكتر من المال وتعربنا لبعض أكتر أكتر من المال قرأت مقالة جميلة جدا بتعبر عن الموضوع ده فحبيت يعني أقول للناس مجمونها كانت بتقول أن أغنى أغنياء لبنان كان اسمه إيميل البستاني إيميل البستاني ده بيقوله أنه كان من أغنى أغنياء لبنان وعمل لنفسه قبر ممتاز جدا وفاخر جدا جدا بتكاليف باهزة في منطقة بيروت كمان كان عنده طيارة خاصة بيتنقل بيها حسب شغله أو أعماله حصل حدثة الطيارة وقت الله أعلم يعني في المية أو كده مات في الطيارة بتاعته بحسوا عن الطيارة بتاعته علشان يلاقوا جثته العيلة بقى دفعت الملايين علشان يخرجوا جثته ولكن لم يحصلوا على الجثة ما لقوهاش وجدوا الطيارة والجثة انجرفت مع الماء ما لقوش الجثة الجثة دي اللي كانت هتدفن في قبر اللي هو بناه بعظمة وبأفخر أنواع التشتيبات وهكذا يعني أغنى واحد ما لقوش الجثة اللي يدفنوها في أغلى قبر أنشأه أو هو عمله لنفسه كمان كان فيه أحد أكبر أغنياء بريطانيا اسمه روتشيلد روتشيلد ده بيقوله كان بيقرد الحكومة البريطانية يعني هو شخص من أغنى أغنياء بريطانيا بيقرد الحكومة البريطانية شوفوا بقى كان أمواله دي قد إيه كان بيعمل إيه روتشيلد ده الخزنة الخاصة بالأموال بتاعته غرفة كبيرة جدا جدا في القصر الفاخر جدا بتاعه اللي هو بيملكه وبيعيش فيه فدخل الغرفة اللي هي الخزنة اللي هي بتاعت الأموال الباب ما بيفتحش من الداخل بيفتح من الخارج بالخطأ الباب أغلق عليه وهو بيت في الداخل وكان مفيش حد معاه وكان مفيش حواليه حد من الحشية بتاعته قال حاجة غريبة قال أغمى أغنياء العالم يموت جوعا وعطشا مقولة غريبة الشكل يعني فالرسالة دي بقولها للناس اللي هي فاكرة أنه كل شيء في الحياة هو الأموال والفلوس والدولارات وابتعدت الدنيا تماما عن الحاجات الإنسانية والصفات الإنسانية بيقولوا الناس أنه الموت هو الشيء الوحيد اللي هو صعب تحديده في مستقبل الإنسان يعني الإنسان ممكن يخرج يتفسح ويجع ممكن يخرج يروح شغله ويرجع لكن الموت هو الطريق الوحيد اللي الإنسان بيخرج فيه بلا رجع فالأموال مش هتنفع وقت الموت ولا أي حاجة هتنفع مش هينفع إلا العمل الصالح والإنسانية والتعامل بالدين وكل شيء جميل حبيت بس أقول للناس الأموال مش كل حاجة في الدنيا نتخلي بالكم في حاجات كتيرة جدا 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 أفضل من المال أتمنى يكون الرسالة وصلت وهي كانت بأنوان رسالة بالغة الأهمية أتمنى للناس جميعا السعادة وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم إن شاء الله أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة